أود أن أبدأ الحديث من وحي المقدمة التي ذكرت بها أن الدكتور نيداء أبو مراد مرجع دولي لعلم الموسيقى الشامل للتقاليد بالحديث عن علم الموسيقى الشامل للتقاليد ما هو هذا؟ علم الموسيقى الشامل للتقاليد هو التقاء بين مسلكين علميين موجودين في العالم وبخاصة في النطاق العلمي الموسيقي الأوروبي هناك نصق هو يتكلم عن الموسيقى يعني علم موسيقى الذي بدأ بالنسبة للموسيقى الغربية وهناك نصق آخر ولد أيضا في الغرب هو علم موسيقى الشعوب الإثنوميزيكولوجية إنما عندما تكلم عن باحثين هم من النطاق المشرقي ويبحثون في تقاليدهم المحلية لا يسعم إلا أن يطبقوا مفهوم علم الموسيقى والبحث في مكنونات المنظومة الموسيقية المشرقية أو الهندية أو اليابانية أو الصينية من مطلقاتهم الذاتية إذن يفتحون علم الموسيقى الذي كان منذ القرنة التاسع عشر حكرا على الإطار الغربي يفتحونه على كل الأطر الموسيقية الأخرى في العالم ويتحول علم الموسيقى الذي كان غربيا يتحول إلى علم موسيقي شامل لمجمل التقاليد الموسيقية الموجودة على الكرة الأرضية وبخاصة التقاليد الموسيقية الموجودة في العالم العربي وفي المشرق بخاصة اشترك في القناة